يعقد مجلس الأمة يوم غد جلسته العادية التي أدرجت على جدول أعمالها مناقشة استقالات ثلاثة من النواب مع ترجيح الكثير من المراقبين أن يتم تأجيل البت بهذه الاستقالات حتى يوم الخميس القدم كي تتم مناقشة الاستقالات الخمسة في وقت واحد على اعتبار أن مدة العشرة أيام الخاصة باستقالتين النائبين علي الراشد وصفاء الهاشم لن تنتهي إلا يوم الخميس استقالة أخرى دخلت اليوم حيزة تنفيذة وهي لعضو آخر في مجلس الأمة ولكن ليس عضوا منتخبا وإنما هو عضو في المجلس بحكم وظيفته الوزارية هذه الاستقالة تقدم بها وزير العدل ووزير الأوقاف الشؤون الإسلامية نايف العجم قبل مدة والتي أعلن اليوم قبولها رسميا وصدر مرسومين بتعيين وزيري الداخلية وشؤون مجلس الوزراء وزيرين للأوقاف والعدل بالوكالة قبول الاستقالة أعلن عنه رسميا اليوم عاقب اجتماع مجلس الوزراء الذي شهد مناقشة عدد من المواضيع انتهت إلى جملة من القرارات من بينها اعتماد ثلاثة مرسيم بتعيين ثلاثة وكالة مساعدين في وزارة الداخلية خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أصدر مجلس الوزراء مرسوما بتعيين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد وزيرا للأوقاف بالوكالة كما أصدر مرسوما آخر بتعيين وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله وزيرا للعدل بالوكالة يأتي هذا بعدما أحيط مجلس الوزراء علما بقابول سمو أمير البلاد استقالة وزير العدل وزير الأوقاف الدكتور نايف العجمي كما أشاد المجلس بجهود وزارة الداخلية ورجال الأمن وعلى رأسها وزير الداخلية والتي أصفرت عن ضبط متهمي جريمة السطو على مركبة تحصيل الأموال بسوق الخضار المركزي الفرضى بسرعة قياسية وقد اعتمد المجلس مشروع مرسوم بتعيين غازي العبد الجليل نائبا لرئيس وحدة تحريات المالية بدرجة وكيل وزارة مساعد وكذلك ثلاثة مشروعات مرسيم بتعيين كل من اللواء الشيخ مازن الجراح الصباح واللواء خالد الدين واللواء جمال الصايغ بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة الداخلية